أسلوب العلم Scientific Methods هل التقطت بعض الصور التي توثق رحلتك للتنقيب عن الآثار مع عمك يا سالم؟ بالطبع يا أبي، وسأخبرك بكل شيء عنها، وسأعرض لك بعض الصور التي التقطتها على هاتفي من خلال التلفاز هيا أخبرني ماذا شاهدتم هناك؟ شاهدنا مع بعض علماء الآثار عملية استخراج قطع فخار لوعاء قديم محطم وهل كانت قطع فخار مطمور منذ عهد قريب، أم كانت بقايا قطع أثرية قديمة جدا؟ هذا ما تناقشنا حوله مع العلماء، وأخبرونا أن العلم هو وسيلتنا جميعا لمعرفة الإجابة على مثل هذه التساؤلات يا أبي أتقصد أن العلم هو الوسيلة للمعرفة؟ نعم يا أبي، فالعلم هو أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا حسناً، أخبرني عن قطع الفخار التي شاهدتها، هل توصلت إلى معرفة من أي عهد هي؟ أجرينا نقاشاً مع أحد علماء الآثار، وطرحنا عليه بعض التساؤلات وما هي هذه التساؤلات التي طرحتها يا سالم؟ طرحنا تساؤلات يا أبي مثل، ما نوع قطعة الفخار التي عثروا عليها، ومتى وجدت، وكيف استعملت؟ وهل أجاب عن أسئلتكم؟ نعم يا أبي، أجاب عن كل هذه التساؤلات وهل اكتفيتم بهذه المعلومات يا سالم؟ بالطبع لا، فقد وصلنا البحث عبر مطالعة كتب عن الآثار القديمة، وغيرها من المراجع والموسوعات العلمية وما الذي توصلتم إليه من خلال المطالعة والبحث؟ توصلنا إلى أن علم الآثار هو العلم الذي يدرس الأدوات وما خلفته حضارات الإنسان ولعلم الآثار قسمان رئيسان وما هم هذان القسمان؟ أحد هذين القسمين يهتم بدراسة الإنسان الذي عاش قديما في فترة ما قبل تدوين التاريخ أما الفرع الآخر فيركز على دراسة الحضارات التي ظهرت ونمت من بداية تدوين التاريخ معلومات قيمة، ولكن لي سؤال آخر يا سالم هل رأيت الأدوات التي يستخدمها علماء الآثار في الحفر أو التنقيب؟ بالطبع يا أبي، إنهم يستخدمون أجهزة كثيرة وحديثة منها جهاز الحاسوب، وآلات التصوير، والرادار، وغيرها من وسائل التقنية الحديثة تقصد أنهم يعتمدون على التقنية تكنولوجي في دراستهم وماذا تعني كلمة تقنية يا أبي؟ التقنية هي استعمال المعرفة العلمية للحصول على منتجات وأدوات جديدة لقد عرفت يا أبي من خلال هذه الرحلة أهمية العلم، وكذلك التقنية التي حدثتني عنها وما هي هذه الأهمية يا سالم؟ لولا الله، ثم العلم والتقنية، لما استطاع الإنسان أن يطير في السماء، أو يصعد إلى الفضاء، ولما كنا جميعا على تواصل من مختلف الأماكن وكذلك بفضل العلم والتقنية، أصبحنا المتحكمين في العالم من حولنا بشتى الطرق، فالعلم والتقنية لهما تأثير كبير علينا في شتى المجالات المختلفة بالطبع يا سالم، لولا الله، ثم العلم والتقنية، لعانى الإنسان كثيرا والآن دعني ألخص ما تناولناه اليوم، يمكننا أن نلخص ما تعلمناه اليوم العلم هو أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا التقنية هي استعمال المعرفة العلمية للحصول على منتجات وأدوات جديدة علم الآثار، هو العلم الذي يدرس الأدوات وما خلفته حضارات الإنسان للعلم والتقنية، أهمية كبرى في حياتنا اليومية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر